سنتعلم مع بعض كيف نتبع صورة فوتوغرافية عالية الجودة من الهاتف مباشرة في الطابعة الكانون بيكسيمة الجي 3420 والخطوات دي متابقة للطابعة الجي 3460 فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفوصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعزيكم أخواني عمين ايه؟ اخبركم ايه؟ ان شاء الله اكونوا بخير وفي قبل الحال معكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة سنعرف مع بعض كيف نتبع صورة فوتوغرافية عالية الجودة من الهاتف مباشرة في الطابعة الكانون بيكسيمة الجي 3420 وهي هي نفس الخطوات في الطابعة الكانون بيكسيمة الجي 3460 وان شاء الله الحلقة اعجبكم اول شيء سنجلب الورق الذي هو الورق الجلوسي انا اجلب اكثر من ورقة الورق اسمه ورق فوتو جلوسي بيبر او ورق لاما وحجمه اربعة في ستة لديه منه حجم الفور وحجم أربعة في ستة ستلاحظ ان هناك وش بيلمع كده زي ما رأيون وهو الورق الثاني مطفي زي ما رأيون فهنعمل ايه؟ هنضع الورق هنا كده بكل سهولة كده تمام؟ بالطول ونيجي هنا كده ونقفل على الورق عشان الورق ملوحش معنا بالطريقة دي ولازم الورق اللامع بيبقى لاتجاهنا والورق المطفي يبقى في الضهر زي ما رأيون كده الورق المطفي في الضهر والورق اللامع قدامنا وبعده كده نقفل التريدة ونيجي عند شاشة الطابعة هيظهر لكم الوسيلة ديات هنعمل اوكي هنختار اول اختار معنا حجم الورق أربعة في ستة او حجم الورق عشرة في خمسة داشرة بالاتجاه اللي مين؟ أربعة في ستة ممكن تدور عليها كثير وبعده كده تضغط اوكي لكن نوع الورق اللي هو بلان بيبر هنخله فوتو بيبر بلاس جولوسي تو ثم نضغل اوكي لو انت ما عملتش الاختيارات دي في حالة اتباع من الموبايل على ورق مش مطوبك للإعدادات هيظهر لك عطل اسمه سابورت كود 2114 بعد ذلك هنعمل يا ابو حميد هنروح للموبايل او الهاتف ونطبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض في الله بنا فاول حاجة هنعملها هنفتح شبكة الواي فاي تمام اللي موجودة عندنا ونختار اسم الطابعة في الشبكة زي ما انتشايفين ثاني اختيار مكتوب عليه وبعد ذلك اسم الطابعة نختاره عادي جدا وبعد ذلك هنقفل القائمة دي ونروح للالبوم او الستوديو اللي انت حافظ جواي الصورة الفوتوغرافية عشان تطبعها وعلى سبيل المثال الصورة دي انا عاوز اطبعها هنعمل مشاركة او شير ثم نختار برنامج كانون بتاعنا اللي هنزلناه ثم نختار ياس هتلاحظ الصورة بتاعتنا بالشكل ده قبل ما نطبع لازم نخش في عشان نزبط باقي اعادات الورق وحجم الورق هنختار ثم نختار تاني اختيار وحتلاقيه بجنبه كلمة ضغط واحد عليه نختار حجم اربعة في ستة او حجم عشر في خمستاشر زي ما انت شايفين انا اختارت اربعة في ستة وتاني اختيار اسمه ده هنسيبه زي ما هو عادي جدا ثم نرجع خطوة الورق ونختار نوع ثم نختار زي ما انت شايفين الطبع اخذ order من الموبايل وبتبدأ تطبعه زي ما انت شايفين طبعة الصورة اللي موجودة في الموبايل بكل سهولة طب على سبيل المثال انا شايف الصورة اللي قراجت لي غمقى شوية عاوز اغير اعادات بتاعتها بحيث تطبع لي صورة فتحة شوية هنعمل ايه حعمل مشاركة او شير ثم هنختار برنامج كانون زي ما احنا عارفين ثم نختار ياس ثم هتيجي عند ونغيرها ونخلي نوع الورق اللي هو الميديا طيب ده نخليه اول اختيار بلان بيبر ثم نرجع خطوة الوراء ونختار نوع ثم نختار برنت هتلاحظ ان اتباعه اثر عشوية من اختيار فوتو بيبر بلاص جولوسي تو زي ما انت شايفين زي ما انت شايفين الصورة دي طبعتها من اختيار بلان بيبر اللي هو نوع الورق بلان بيبر وهذا اختيار فوتو بيبر بلاص جولوسي تو وفيه حاجة مهمة جدا اريد اوضحها لكم ولو لاحظت ان الصورة بيتمسح معاكم وانتو بتعملوها كده مثلا يبقى عندك ثلاث مشاكل اللي يجب تحلوهم اما ممكن يكون نوع الورق مش كويس او ممكن ما بتستخدمش حبر اصلي او انت عامل في اعدادات البرنامج ان الورق غير مطابق للورق اللي مستخدم في الطابع وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى كنون اعجبكم اتمنى الموضوع يكونون اعجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبيعة كنون كان معاكم احمد السيد من قناة كنون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته